يا مساء الفل يلا بقى نعمل الوصفة بتاعة العيش اللي بالخميرة البلدي الطبيعية أو الساوردو برد أنا هحتاج ميزان عشان المقادير هنقولها بالميزان أنا محتاجة 300 جرام من المية الدفية تمام؟ وهنجيب بقى الخميرة البلدي الفضيعة متخمرة طبعا واختبرناها وزي الفل هحتاج منها تقريبا 100 جرام أو 110 جرام مفيش مشكلة الخميرة دي بقى ملهاش حل حاجة كده خير في البيت فضيعة طبعا أنا خدت منها كده فهرجع غزيها وغطيها واسبها على جنب عشان أغبس بيها بكرة كمان دوبت المية الدافية مع الخميرة وهحط دلوقتي الدقيق محتاجة 450 جرام من الدقيق الدقيق يكون قوي نفس الدقيق اللي احنا استخدمناه وإحنا بنعمل الخميرة وهحتاج كمان 10 جرام من الملح وبس كده هي دي العجينة هنعجينها كويس هنلاقيها منعكشة كده ومطلخبطة بصوا عجينة سهلة جدا دقيق ومية ولا زبادي ولا بيد ولا لبن ولا أي حاجة تحفى هنغطيها نص ساعة بالزبط ونجيب طبق في مية ونخليه جنبنا بقى على طول نبل إيدنا في المية ونلم العجينة على نفسها كده ونعمل لها ستريتش بصوا بقى هنمسكها كده ونشدها الفوق علشان نحاول إن احنا نخلي العجينة تتفرد معنا ونطبقها على نفسها ده تكنيك يخلي العيش معاك رهيب بعد ما عملنا الحركة دي لفينا العجينة كويس وهنغطيها مرة كمان نص ساعة بعد نص ساعة بصوا شكل العجينة اختلف ازاي برضو بلت إيدي بالمية وكررت نفس الحركة مرة كمان وعملت لها ستريتش كده هغطيها مرة كمان نص ساعة وبعد النص ساعة دي هعمل حركة الستريتش دي برضو ببل إيدي في المية وارفع العجينة كده وطبقها على نفسها أنا عملت كده أربع حركات قررت كل واحدة فيهم مرتين كل واحدة نص ساعة يعني إجمالي الستريتش اللي احنا بنعمله للعجينة دي تقريبا ساعتين تمام كده بس بصوا فظيعة تلاقوها طرية جدا وتجنن هغطيها للمرة الأخيرة وأسيبها لمدة تقريبا عشرين دقيقة أو ربع ساعة علشان أعمل لها بقى الحركة الأخيرة قبل ما سيبها تخمر الكاونتر اللي أنا شغال عليه بليته بالمية وبليت إيدي مية وهشيل العجينة من الطبق وافردها كده على الكاونتر كل اللي احنا بنعمله في العجينة ده هو اللي بيخليها تخمر صح وتتزبط ده التكنيك المزبوط علشان تاكل يعيش مفرخ كده وطاري ويجنن بعد ما فردنا العجينة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بنطبقها على نفسها زي ما أنا عاملة كده في الفيديو العجينة رهيبة يعني ملمسها مش معقول ما شاء الله والخميرة البلدي الطبعية بصوا عاملة فيها ايه؟ تجنن بعد بقى كده حطتها في الطبق وغطتها بالستريتش وعايزة سيبها بقى تخمر براحيتها ساعتين تلاتة لغاية ما يتضعف حجمها سيبيها كده في مكان دافي هتلاقيها تخمرت معاكي وبقت خطيرة تحسوا انها عاملة زي الجالي كده تحفى رش الدقيق وانزلت بقى بالايه؟ بالعجينة بالراحة جدا بصوا ما شاء الله متخمرها تحفى بالخميرة البلدي الطبعية فظيعة بصوا طبعا برفق جدا وبالراحة هبتدي اوسع كده واخليها تكبر علشان ارجع اطبقها على نفسها تاني زي ما انتوا شايفين وهي بقى كده متخمرة وانبقلزة كده وطرية فظيعة لو لقيت اي بابلز كده بتقابلك وانت بتلف فيها عايزين نفرقعهم كلهم وتبتي عليها كده وقفلي عليها واي بولة عندك مش مشكلة هتيها ورشيها دقيق او ممكن كمان تحطلها فوطة ونحط العجينة بالشكل ده ورش الدقيق كمان وهنغطيها بفوطة وحطها في كيس بلاستيك ودخلها التلاجة من بالليل يعني تقريبا 12 ساعة ولا 14 ساعة بقى من بالليل هتسحي الصبح تطلعيها بصوا اتخمرت تاني وبتبقى ساعة بقى ومسكة نفسها رشي طلها رشي دقيق وقلبتها في ورق زبدة خلي بالك خلي ورق الزبدة يكون نوع كويس علشان العيش ما يلزقش فيه وتعاملي معها برفق بقى بالراحة هتلاقيها ساعة كده ومبقلزة وهتبقى طحفة رشي دقيق وعندك بقى سكينة حامية او حاجة محتاجين نفتح فتحة كبيرة قوي علشان العيش وهو بيستوي في الفرن يتنفخ ويبقى مظبوط انا حطيته في طاجن زي ما انتو شايفين ولا في حلة بقى ولا بتاع وفرن سخني جدا اعلى درجة حرارة ومعاها كده ايه زي ما انتو شايفين صانية فيها مية بتغلي لمدة عشرين دقيقة بعد كده نزلت درجة حرارة الفرن لدرجة ميتين وشلت المية اللي بتغلي وسبت العيش يكمل تسوية لمدة تقريبا نص ساعة تلاقيه بقى شكله عامل كده طحفة بتطلعيه على شبكة بالراحة علشان يهدى ويبرد لمدة تقريبا نص ساعة وبس وكل يأحلى عيش بالخميرة البلازية طبيعية خطير خطير الوصفة دي هتعمل لكم رغيف واحد بس يجنن بصوا تقدروا تستخدموها في التوست وفي كل الوصفات لو عجبتكم الوصفة عملولها لايك وشير اشتركوا في القناة